حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيانا عن منصور عن عبيدي بن علي عن أبي سلامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي الرجل بأمه أوصي الرجل بأمه أوصي الرجل بأبيه أوصي الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه فيه أذن يؤذيه حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن عبد الله بن علي بن عرفة السلمي عن خداش أبي سلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه قال أوصي أمرأ بأمه أوصي أمرأ بأبيه أوصي أمرأ بأبيه أوصي أمرأ بمولاه الذي يليه وإن كانت عليه فيه أذات تؤذيه حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبيد الله بن عرفة سلمي عن خداش أبي سلامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي أمرأ فذكر معناه ترجمة نانسي قنقر